هو الرئيس السادس للتحاد الافريقي لكرة القدم بعد خسارة إيسا حياته إنه أحمد أحمد رئيس الاتحاد مدغشقر والذي يتولى رئاسة الكاف خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 بعدما حصل على 34 صوتا مقابل 20 لحياته في الانتخابات الرئاسية التي يقيمت اليوم على همش اجتماع الجمعية العمومية المقامة بالعاصمة الإسيوبية أديس أبابا أحمد أحمد يبلغ من العمر 59 عاما كان قد انتخب رئيس الاتحاد مدغشقر لكرة القدم للدورة الثالثة على التوالي وهو عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لدورتين وتولى منصب وزير الرياضة سابقا في مدغشقر وتولى حاليا منصب نائب رئيس مجلس النواف بلاده شكل ترشحه مفاجأة في أوساط الاتحاد الافريقي لسيما أنه يأتي في مواجهة حياته البلغ من العمر 70 عاما والممسك بزمام كرة القدم القرية منذ العام 1988 والذي كان يسعى إلى ولاية سامنة على رئيس الاتحاد القرية حظي أحمد أحمد بدعم مصري كبير وتأييد مولا من الدول الأربعة عشر في التحدي إفريقيا الجنوبية كوسابا علم بأن الاتحاد الافريقي يضم أربعة وخمسين عضوا رفع أحمد خلال حملات شعرات إصلاحية أهمها التغيير والشفافية في الإدارة ووضع حد الممارسات التي عافى عليها الزمن وكان قد أعلن أنه في حال فوزه سأجلب خيرة نجوم الكرة الأفريقية الذين اعتزلوا اللعبة للمشاركة في تسير أعمال الاتحاد القرية بما يغضم مصالح القارة السمراء ده كلام محترم نجيب الناس الفهيمة واللي بتعرف تخبز حتى لو كانت لص العيش أنا مستبشر خير بأحمد أحمد إن شاء الله خير ومبروك طبعا لدولة زنزبار أنها بايت العضو رقم خمسة وخمسين في الاتحاد الأفريقي وكرة القدم ده معناه إيه؟ معناه أن توقعوا السنة الجاية مثلا أن الأهلي تلاقوه رايح زنزبار يلاعب أحد الأندية أو قابل زنزبار دي في كاس الأمم أو كذا ترجمة نانسي قنقر